تحت شعار ملتزم من أجل موريتانيا موحدة أطلق الرئيس الموريتاني سابق محمد ولد عبد العزيز بشراكة مع حركة أفلام منصة للتشاور والمتابعة الإعلان عن إطلاق المنصة جاء خلال مؤتمر صحفي عقده ولد عبد العزيز صحبة عدد من أنصاره ووفد من الحركة في العاصمة الفرنسية باريس مساء السابت هادفين حسب قولهم إلى الوقوف ضد ما سموه الانتكاسات الخطيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة خاصة ما يتعلق بتراجع مستوى الحرية الفردية والجماعية بيان الطرفان أضاف أن منصة التشاور بينهما تأتي في ظل المطايقات والقيود المفروضة على الإعلام الحر كما يأتي في آونات تشهد انتشار الفساد في مختلف القطاعات الحكومية حيث المحسوبية والزبونية إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة معدلات الفقر حسب تعبير البيان البيان دعا المواطنين إلى الالتحاق بالحراك الجديد سعيا حسب نصه لإعادة تأسيس موريتانيا وبنائها موحدة وديمقراطية يجد فيها المواطن البسيط حقوقه منددا بما سماه التواغل القبلي في مؤسسات الدولة تشكيل الحراك الجديد خطوة ربما للبدء في رسم خط سياسي للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة حيث أكد ولد عبدالعزيز في مقابلة مع صحيفة جون نافريك منتصف أكتوبر الماضي نيته المشاركة رغم الظروف القاهرة حسب تعبيره مضيفا أن دعمه سيكون لأي مترشح طموح للتغيير الإيجابي دون أن يستبعد دعم واجهته السياسية الحالية حزب الرباط الوطني يذكر أن ولد عبدالعزيز المتهم في قضايا فساد خلال حكمه غادر البلاد إلى فرنسا قبل أشهر في رحلة استشفائية حيث أجرى على هامش رحلته لقاءات صحوفية إضافة إلى لقاءات مع عدد من الفاعلين السياسيين